بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه أهم وأعظم ثمانية أعمال في يوم عاشوراء كما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام العمل الأول بما أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام فهو يوم عزاء ومصيبة وحزن بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم أيضا فينبغي لكل من ولاهم أن يمسك فيه عن السعي في حوائج الدنيا وعلى الموالين لأهل البيت عليهم السلام ألا يدخر فيه شيئا لمنازلهم أي أنك لا تخرج لتشتري شيء لمنزلك أبدا حاول قدر الإمكان أن يكون هذا اليوم فقط يوم عزاءك ويوم مصيبتك ويوم حزنك على أهل البيت عليهم السلام ويوم بكائك على سيد الشهداء فقد روي عن مولانا الإمام علي بن مسرد عليه السلام أنه قال من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة إذا في يوم عاشوراء تركت السعي لأجل الحياة الدنيا أعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيقضي لك جميع الحوائج ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه وكذلك قال الإمام الرضا عليه السلام ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار العمل الثاني ينبغي للموالين لأهل البيت عليهم السلام التفرغ فيه للبكاء على الحسين وذكر مصائبه ومصائب أهل بيته وأن يقيم المآتم بهذه المناسبة الأليمة العمل الثالث يستحف في يوم عاشوراء زيارة الإمام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء هذه الزيارة العظيمة والمعروفة والمجربة لقضاء الحوائش رابعا يستحف في هذا اليوم اليوم العاشر الاجتهاد في التبري ولعن قاتلي الإمام الحسين عليه السلام قدر الإمكان تلعن قتلت الإمام الحسين عليه السلام وتتبرأ منهم العمل الخامس يستحب تعزية المؤمنين بعضهم لبعض بقول أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام العمل السادس ينبغي للموالي لأهل البيت عليهم السلام الإمساك عن الطعام والشراف في هذا اليوم من دون نية الصيام ويفطر في آخر النهار بعد العصر بما يقتات به أهل المصائب كاللبن الخاثر الحلق بن ضائرهما لا بالأغذية اللذيذة إلى غير ذلك وقال العلام المجلسي في زاد المعاد والأحسن ألا يصام اليوم التاسع والعاشر فإن بني أمية كانت تصومها تصومها شماتة بالحسين عليه السلام وتبركا بقتله وقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله ووضعوا أحاديث كثيرة وضعوها في فضل هذين اليومين وفي فضل صيامهما وقد روي عن طريق أهل البيت عليهم السلام أحداء أحاديث كثيرة في ذم الصوم فيهما لا سيما في يوم عاشراء العمل السابع لعن قاتلي الحسين عليه السلام ألف مرة قائلا اللهم إلعن قتلته الحسين عليه السلام ثامنا زيارة الحسين عليه السلام بالزيارة والتالية وهي زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله إلى آخر الزيارة هذه ثمانية أعمال فيها قضاء جميعي الحوائج إن شاء تعالى لكل من قام بها ويكفي بأن هناك يعني بشارة للإمام الرضا سلام الله عليه حيث يقول من ترك السعي في حوائجه يوم عاشراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة إذا تفرقت فقط في يوم العاشر للبكاء على مصيبة أهل البيت وتركت السعي في حوائج الدنيا في يوم عاشراء قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة والضامن هو الإمام الرضا عليه السلام برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام